حاجة تانية كمان النهاردة الاثنين فوت النهاردة وكمان عدي التلات يوم الاربع ابتداء من يوم الاربع انتظر في اي لحظة يكون فيه قرار رسمي بتحديد موعد ومكان وتوقيت وحكام مباراة الاهلي والهلال السودان اعتقد كده احنا حسمنا الموقف بالنسبة لكل السادة المشاهدين ورغاء مني لجماهير النادي الاهلي لا تنصاقوا وراء اي اشعاعات موجودة على السوشيال ميديا ناس تقول لك اصل الاهلي طلب التاجيل ما حصلش ناس تقول لك اصل المطش تلاتة العصر وانا حتى وانا جاي سامع فراد جه حد بيقول المطش تلاتة العصر والمفروض اعلام كبير يعني برضو الكلام ده ما حصلش والكلام ده مش حقيقي كل الكلام ده انا قلتلكوا رسمي النهاردة ما فيش حاجة رسمي بكرة مش هيطلع حاجة يوم الاربع الكافة يحدد الترتيبات النهائية وهيتم ارسال كل التفاصيل المتعلقة بهذه المباراة بعد التنصيق مع كل الجهات المختص طبعا حاجة تانية متعلقة بالمباراة قبل مختم الحديث فيها الاتحاد السوداني يعني منذ قليل اعلنوا من خلال صفحاتهم الرسمية تاجيل مباراتين للهلال امام الاهل شندي والاهل ميروي في الدوري السوداني ممكن الاتحاد السوداني بيدي مساحة توقت للهلال السوداني عشان يلعب مباراة الاهل بمساحة فترة كده يكون فيه ما يكونش فيه ضغط مطشات يكون فيه اريحية شوية للهلال فطبعا شايفين الاتحاد السوداني بيدي مساحة وقت واحنا لسه عندنا فيه ازمة في موضوع الاهل والمصر وكاس الربطة وإيه اللي بيحصل في كاس الربطة طيب ده كانت بداية مهمة جدا عشان اتكلم على مباراة الاهل والهلال السوداني الجاز الفني ادراحة للعيبة هيرجع للتدريبات بإذن الله من يوم الجمعة اللي جاية كولر هيرجع من الاجازة يوم الخميس اخر النهار وتبدأ تدريبات الاهل من الجمعة الجاية طبعا بنفتقد حوالي 14 لعب بس سيبقى فيه تدريبات اتداءة من الجمعة الجاية وعلى مدار اسبوع كامل استعدادا لموقع الهلال السوداني ان شاء الله